مصريا أيضا أعلن حزب غد الثورة المعارض تجميد أنشطته السياسية داخل مصر بسبب افتقاد ما وصفه بالحد الأدنى من الحريات والحقوق السياسية اعتزامنا مع قرار التجميد في الداخل أعلن الحزب خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمدينة اسطنبول التركية عن نقل نشاطه إلى الخارج واختيار هيئة عليا جديدة مع فتح باب العضوية لكل المصريين الموجودين في الخارج وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول دكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة أحييك دكتور أيمن لماذا الآن جمدتم أعمال الحزب إذا كانت هي موجودة من الأساس داخل مصر بعد أكثر من سبع سنوات على الانقلاب العسكري في مصر الحقيقة خلال السبع سنوات الماضية كان هذا القرار يعني دائما نفكر فيه ولكننا كنا نؤجل القرار لأسباب عديدة لكن في الفترة الأخيرة يعني بانوا بشكل قاطع أن هذا النظام لا يصلح ولا يصلح ولا يمكن أن ننتظر أبدا أي مظاهر من مظاهر الحياة السياسية أو الحزبية أو البرلمانية مقراتنا صدروها شبابنا اعتقلوهم قيادتنا نفوهم في الخارج ومنعوا إصدار جوازات سفر ليهم استمرار في القهر وفي التنكيل بهذا الحزب منذ سبعة سنوات حاولنا أن نستمر لكن الحقيقة كان لاستمرار شيء من العبس لأننا لا نقبل أن نكون أبدا يعني نشان من شيء التي يستخدمها هذا النظام على صدره أن لديه أحزاب لبرالية ولديه أحزاب مدنية وأن هذه الأحزاب موجودة وما زالت قائمة لا إحنا لن نشارك في هذه التمثيلية من الآن البرلمان الأخير برلمان المخابرات الحقيقة أعطى انطباع أن احنا وصلنا لمرحلة من الخطورة أن أجهزة المخابرات هي التي تختار النواب اللي المفترض أن دورهم أن هم يرقبوا هذه الأجهزة احنا وصلنا لمرحلة لم يعد من المقبول استمرار هذه الأوضاع وبالتالي كان هذا القرار يوم 14.12.2020 وهو ربما لم يعلن إلا بالأمس لكن هذا القرار متخذ من 14.12 خاصة مع نهاية مدة لهاية العليا القديمة وتعذر عقد مؤتمر عام في مصر لعقد انتخابات جديدة في ظل الظروف الأمنية الحالية إيه رأيك في اللي بينتقد الحزب أو بينتقد حتى شخص الدكتور أيمن نور يقولون أن الحزب هو أيمن نور وأيمن نور هو الحزب لا يوجد منتسبين لهذا الحزب بشكل أو بآخر يغلقه أو يفتحه أو يجمده هو فقط الدكتور أيمن نور إيه رأيك والله هذا كلام لطيف لكن الحقيقة الحقيقة تكذبه هذا الحزب عمره 20 سنة من النضال هذا الحزب عندما نشأ أو تأسس بشكل قانوني في 2004 تولى زعمة المعارضة وكان عنده أكبر عدد من نواب المعارضين في البرلمان سنة 2004 يعني إذا كان كل هؤلاء النواب أيمن نور فهذا شرف أنا الحقيقة لا أستحقه الكلام عن أن الحزب هو أيمن نور الحقيقة طبعا الأحزاب بترتبط بقيادتها أو بمؤسسينها وهكذا كان يقال على فؤاد سراج الدين في الوفد وفي غيره من الأحزاب وخالد موحدين في التجمع لكن الحقيقة لو تبعت مثلا المؤتمر الصحفي اليوم كان فيه قيادات للحزب وفيه مواقع قيادية فيه أكتر من 12 دولة وكلهم أسدت جامعة وعلماء وسياسيين وشخصيات معروفة ليس كل هؤلاء أيمن نور شكرا لا عفوا أنا لا أقاطعك فقط أنا كنت حتى أعرض عليك ما يقال وأنا أعرف أن لديك الكثير من سعة الصدر في هذه السياقات لكن أيضا في المقابل أنتم سيكون لكم نشاط كما فهمت أنا من خارج مصر لغد الثورة والسؤال الذي يطرح نفسه سبع سنوات مرت أو أكثر لا يوجد أي تنظيم حقيقي للمعارضة خارج مصر ولا أقول تنظيم مؤثر حتى أكون أكثر دقة فما الذي ستستطيع أنت بعد سبع سنوات أن تقدمه الآن من خلال عمل الحزب في الخارج دكتور أيمن والله يا أستاذ أحمد خلينا نفصل بين أمرين الأمر الأول هو دور حزب غد الثورة كحزب مدني لبرالي في الخارج ما هو دوره وكيف يمكن أن يكون هذا الدور مؤثرا بشكل مغاير لكل ما تم في السبع سنوات الماضية أما عن الجزء الآخر وهو الخاص بالمعارضة المصرية ككل أو المناهضة المصرية المتواجدة في الخارج فأنا أعتقد أن هناك يعني تحركات على الأقل في الشهور الثلاثة أو الأربعة الماضية قد تسفر عن نتائج مختلفة عن اتحاد لقوى المعارضة أو قوى الوطنية المصرية ربما يعلن عنه خلال أيام أو أكثر أو أقل لا أستطيع أن أخطع بهذا فهذا قرار المجموعة التأسيسية التي تعمل إلى الآن في تجهيز أوراقة وحسابتها وتقديراتها لتوقيت الإعلان وغيره لكن خليني أتحدث عن حزب غد الثورة وأقول لك بوضوح أن وجود الحزب في الخارج هو رافعة للقوى المدنية في الخارج التي كانت تعاني من التشتت وتعاني من عدم وجود مظلة مدنية أو لبرالية جامعة لهذه القوى في الخارج كنا أفراد الآن لدينا لافتة نستطيع أن نقف تحتها جميعاً ربما لو تابعت المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم كان فيه مشاركين من أكثر من 12 دولة من ضمنهم على الأقل 8 أو 9 دول في أوروبا في أمريكا في كندا في أفريقيا كوريا ماليزيا علماء مفكرين ساسا شعاب نشطاء عفوا الدكتور أنا أقصد أيضاً من سؤالي الذي لم يفعل خلال السنوات الماضية حتى السنوات الغربة هي ليست قليلة سبع سنوات كيف ستقومون بتفعيله خلال القاضي ما الذي ستقومون بعمله لمناهضة النظام المصري الآن يعني دعني أقول لك وبوضوح أنا مختلف مع فكرة أن شيئاً لم يحدث في السبع سنوات كان هناك جهود هذه الجهود ربما لم تنجح لكنها لم تفشل هذه الجهود جهود تراكمية وخليني أقول لك يا أستاذ أحمد وأنت كنت متابع معنا مش عايز أقول شريك في صورة يناير صورة يناير يعني الحقيقة لم تكن يوم 25 يناير ومن يتصور هذا فهو مخطئ صورة يناير كانت عندما أسسنا كفاية اللي خرج من رحم كفاية الحملة المصرية ضد التوريس اللي خرج من رحمها الجمعية الوطنية للتغيير اللي خرج من رحمها البرلمان الموازي اللي مبارك قال له خليهم يتسلوا اللي خرج منه دعوة الصورة في 25 يناير نحن أمام عمل تراكمي ما حدث منذ ستة سنوات لم يكن هباء ما حدث منذ خمسة سنوات كذلك ما حدث حتى العام الماضي كانت جهود يبنى عليها أنا بأعتقد أننا أمام خطوة جديدة في العام العاشر من الثورة أعتقد أن هي أكثر جدية وأكثر تنظيما وأكثر تأثيرا خاصة وخليني أقول بوضوح أن الظروف الدولية كانت تلعب ضد المعارضة المصرية على الأقل في الخمسة سنوات الماضية وبشكل واضح وربما أكثر النهاردة فيه مغايرة في هذه الظروف فيه مغايرة في الموقف في أوروبا وأنا كنت أتابع زملائنا من إيطاليا والحديث الدائر عن الموقف في إيطاليا عبر الأطلنطي أيضا فيه مغايرة بعد الانتخابات الأمريكية وبعد أن انتهت مرحلة الرجل المعجب بالمناسبة هذا كان سؤال القادم ما الذي سيضيفه وجود جو بايدن على رأس الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن متاحا أيام ترامب بالنسبة لكم كمعارضة بالطبع لا والحقيقة لم يكن متاح أي شيء يمتح نحن أمام رجل كان يتعامل مع قضية الديمقراطية كما يتعامل مع مساحيق الغسيل الحقيقة فترة ترامب هي من أسوأ الفترات التي مرت على الديمقراطية ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة ككل وبالتالي نحن نتصور أن هناك قدر من الاختلاف نحن لا نراهن على بايدن ولا نتصور أن بايدن على الأقل في السنة الأولى سيغلق كل الملفات ويفتح ملف الحالة المصرية لأن على الأقل في السنة الأولى لديه هموم كثيرة لها علاقة بكرونا ولها علاقة بالعلاقات مع إيران ولها علاقة بتفاصيل أخرى لكن لا شك أن الإدارة الجديدة إدارة أقرب للإدارة الطبيعية نحن كنا أمام حالة مش طبيعية وبالتالي القياس في مرحلة السنوات الماضية قياس ظالم للمعارضة المصرية اللي أعتقد هي مؤهلة الآن أن تلعب دورا خارجيا ودورا دوليا أهم بكتير جدا من اللي كانت تستطيع أن تفعله في السنوات السبع الماضية كانت فيه كلمة مهمة ومثل مشهور أنت أدر به مني يقال أنه قيل على لسان حسني مبارك الرئيس الراحل أن اللي متغطي من الأنظمة بالأمريكان عريان وبالتالي هل هذا ينسحب على المعارضة أيضا اللي متغطي بالأمريكان عريان الأمريكان في النهاية لديهم مصالح لن يستطيع أن يثبتها لهم ويضمن لهم هذه المصالح إلا الجيش المصري إلا النظام المصري بالتأكيد المعارضة لن تقوم بهذا الدور والتعويل على أمريكا أي أن كانت أمريكا يبدو أنه رهان خاصر من وجهة نظر البعض دكتور أيمن ما رأيك؟ هذه المقولة وردت في كتاب أحمد أبو الغيت أو نقلا عنه وأنا لا أثق أوي فيها لأنها في النهاية أنا مبارك ظل متدسرا في عباة الأمريكان 30 سنة فإذا كان مقتنعا للمتغطي بيهم عريان فيبقى كان عريان 30 سنة رحمة الله علي لكن خليني أرجع وأقول بوضوح الرهان على أمريكا ليس رهانا صحيحا لكن إهمال أمريكا هو أيضا ليس رهانا صحيحا من مكاسب القرن الماضي فكرة عولمة حقوق الإنسان خضية حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية لم تعد شأنا داخليا لم نعد عزب يدرها أصحابها على هواهم بعيدا عن موقف الرأي العام الدولي وموقف ممثل الشعوب والبرلمانات والرأي العام في الغرب وفي غيره وبالتالي يجب أن نعمل على هذا لكن نعمل على هذا في إيه هل إحنا بنطلب منهم أن يساندونا هل إحنا بنطلب منهم أن ينصرونا لا إحنا بنطلب منهم أن لا يدعموا هذه الأنظمة المستبدة التي تقارنا وتعتقلنا وتسجلنا وتقتلنا أيها في مقابل أي يا دكتور أنت تطلب منهم ذلك وماذا ستعطيهم أنت كمعارض خارج مصر لا أنا يعني بوضوح ليس مطلوبا مننا أن نعطي شيء لكن مطلوبا منهم أن يتصقوا مع المبادئ التي يعلنوها مطلوب منهم أن يتصقوا أمام شعوبهم مع مواقفهم اللي لها علاقة بالديمقراطية ورفض الانقلابات ورفض القتل ورفض التعذيب ورفض انتهكات حقوق الإنسان أعتقد أن النيران التي امتدت إلى بلدنا كادت أن تمتد إلى بلدهم في الأيام الأخيرة وعليهم أن يدركوا أن الخطر هو ليس خطرا محليا وأن الأزمة ليست أزمة مصرية أو عربية الأزمة ستصل إليهم وكل بيت بيهدد بالاستبداد البيت الأبيض هو كمان مهدد بالاستبداد كل بيت مهدد بالانقلاب والحكم العسكري أيضا البيت الأبيض مهدد بمثل هذا التهديد وهذا ما كشفت عنه الأحداث الأخيرة عليهم فقط أن يتصخوا مع أنفسهم ومع مبادئهم ومع تصرحتهم التي أعلنوها لكننا لا نطلب دعما من أحد لا نطلب مساندة من أحد بعد أكثر من سبع سنة على الانقلاب العسكري على مجيء عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى سدة الحكم في مصر ماذا عن فرص التغيير في مصر الآن؟ لأن البعض قراءاته للمشهد أن النظام ازداد قوة والمعارضة اللي لم تكن هي متلاشية تماما في الداخل هي ضعيفة كل الضعف في الخارج ونعود إلى أصل السؤال ماذا عن فرص التغيير في مصر في ضوء هذا المشهد؟ شوف أنا أعتقد أن التغيير قادم لا محالة وكل المقدمات سواء كانت المرتبطة بالواقع الخارجي والدولي والإقليمي والمتغيرات التي حدثت أنا أعتقد أنها في اتجاه قضية التغيير في مصر على وجه التحديد وأنا أتحدث عن بلدي ولا أريد أن أتحدث عن المنطقة لكن خليني أقول وبوضوح التغيير القادم له استحقاقات الرهان على الداخل الآن هو رهان مستحيل لأن التكليف مستحيل حرام شرعا وحرام خانونا الوضع في مصر ووضع في غاية الخطورة والاستبداد إحنا قررنا بتجميد نشاطنا هو حماية لشبابنا حماية لمعتقليننا وقيادتنا اللي بقالهم سنين في السجون لدينا وكيل الحزب ولدينا عدد كبير من شباب الحزب معتقلين الوضع في الداخل مستحيل لكن الخارج يتحرك والخارج سيتحرك في المرحلة القادمة سواء في إطار رافعة القوى المدنية التي أسميها حزب غد الثورة في الخارج أو من خلال اتحاد القوى الوطنية الذي أراه قادما في الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله فكرة العمل من الخارج البعض يرى غير مستساغة من الأصل يقول لك أن طالما أيمن نور يتحدث من تركيا فهو خاضع للنظام في تركيا بشكل أو بآخر يحركه الأتراك أو حتى لو ما سيقال هذا الكلام أيضا على أي معارض موجود في أي دولة أخرى سواء دولة عربية أو دولة غربية وبالتالي دائما ينظر على المعارض في الخارج أنه مرتبط أو عميل حتى كما يقال في الإعلام المصري لهذه الدولة إراك في هذا الطرح لا أنا خليني أعترف نحن عملاء لدولة واحدة وهي مصر ولا نعرف غير مصر تركيا لا تعرف عننا شيء ولا يوجد تواصل بيننا وبين الدولة التركية يعني ربما لدينا تواصلات مع دول وحكومات كثيرة جدا أقلهم هي تركيا بداية يعني فاحنا مناش علاقة باللي بيرضده أعلام السيسي لأن هذا كلام عبس يعني وهزل والناس بدأت تاخده على سبيل الدعابة لكن خلينا أقول لك بوضوح الكلام أن الذي يعمل من الخارج هو خائن وعميل هذا كلام سازج خلينا أقول لك مصطفى كامل أدى دور الوطني من فين الحقيقة كان من تركيا برضه لكن هو في النهاية كان من الخارج وتبنى القضية المصرية وفضح حادث دين شوائي وغيره وغيره من فين سعد زغلول قد ثورة 19 من فين محمد فريد مارس نضاله معظم سنوات حياته من فين لو عز علينا الداخل فالعمل في الخارج فريضة وليس فقط حلال لكن إذا كان متاح لنا أن نشتغل في بلادنا أنا عرضت مبارك وعرضت السادات وعتقلت في عهد السادات وعتقلت في عهد مبارك وأنا جوا مصر وما كانش عندي أي غضادة لكن أنا النهاردة ممنوع من الرجوع لبلدي كيف تطلب مني أن أتوقف عن ممارسة حق لي وواجبي تجاه بلدي أنا ممنوع من العودة لبلدي أعطيني فرصة أن أعود أنا وقناتي وحزبي لبلدي وثق يعني وبالحد الأدنى من الضمانات الديمقراطية وثق تماما أن أنت شخصيا هتكون قابلي في مصر يعني لو النظام أرسل لك الآن عد يا أيمن نور إلى بلدك ويعني عارض من الداخل ستقبل هذا ستعود إلى مصر يعني إذا كان النظام مش عايز يديني جواز صفر عشان أعود أصلا مش عشان أعارض إذا كان النظام بيعتقل يعني زملائنا وأسارهم لمجرد أن هما بينتموا لحزب أنا بنتمي إليه هل هذه حياة ديمقراطية تسمح بالعودة هل تسمح بالعمل يعني أعتقد أن هذا مناخ غير ملائم للحديث عن العودة والعودة ستكون قريبة ولكنها عودة كريمة وبعزة وبانتصار إن شاء الله أخيرا حتى لو أطيل عليك دكتور أيمن وأنا شكر لك على هذه المقابلة لا يوجد أمل في تعاون وتغيير مع رئيس الحالي في مصر عبد الفتاح السيسي أنه يتغير ويكون هناك محاولات للتواصل مع النظام والوصول إلى حول الوسط يعني هل إلى هذه المرحلة انتهت لا أمل في هذا النظام الآن برئاسة عبد الفتاح السيسي من وجهة نظرك يعني الحقيقة أنا مؤمن أنه لم يكن هناك أمل في عبد الفتاح السيسي في أي وقت ليس الآن وليس أمس وليس غدا هذا الرجل يراهن على فكرة الأزمة وهو جزء من هذه الأزمة ومن صناعة هذه الأزمة وبالتالي هو لم يسعى لا نهاردة ولا بارح ولا بكرة لفكرة حالة الأزمة لم يكن لدينا وسيط نزيه في أي وقت من الأوقات بيننا وبين عبد الفتاح السيسي كل ما يقال ويذكر أن هناك وسطات وهذا كلام غير صحيح وأنا أقطع لا أنا ولا غيري لا الطيار الليبرالي في الخارج ولا الطيار الإسلامي في الخارج ولا أي طيار حدث معه تواصل حقيقي وجد لأن الرجل لا يريد حل الأزمة في مصر هو يقطات ويعيش على هذه الأزمة هو يبيع نفسه ويسوقها للدول الإقليمية تراهن على فكرة بقاء الأزمة في مصر وأي مصلحة يعني حتى ما تعهد به في دستوره الذي لم يلتزم به من المصلحة الوطنية والعدلة الانتقالية تراجع عنه لأن هذا يهدم علة وجوده علة وجود السيسي هي بقاء الأزمة فكيف تتصور منه أي خطوة في اتجاه حالة هذه الأزمة نعم الدكتور أيمنور زعيم حزب غد الثورة كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من إسطنبول أشكرك شكرا جزيلا